لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك حياكم الله مشاهدين الكرام اليوم تغطيتنا راح تكون في المقر الرئيسي للبعثة العراقية للهيئة اللي هنا موجودة بعدة لجان لجنة النقل والخدمات واللجان الساندة اللي موجودة هنا خليكم ويانا خليشوفوا التفاصيل وكل ما يدور هنا بهاي البناية ابقواوا يانا مشاهدي الكرام يا الله سلام عليكم عليكم سلام عليكم سيدنا مهلا ومرحبا جناب سيد سلام عليكم كيف الصحة الأحوال السهل الصحة ومرحبا إن شاء الله مأجورين على خدمتكم للمجاج العراقية سيادة الوكيل اليوم نحن جايين بجولة لقناة كربلال فضائية ما هي الخدمات التي تقدمها الحجاج واليوم نشوف الأعداد ما شاء الله وصلت إلى تقريبا 40 ألف حاج الحقيقة هناك خدمات مادية وخدمات معنوية أما الخدمات المادية فما يتعلق بتوفير السكن اللائق وفي المدينة المنورة نشترط أن يكون السكن هو في المنطقة المركزية في المنطقة الشمالية أو الجنوبية أو الغربية تحاذي المسجد الحرام حتى أن الحاج في هذه الفرصة في هذه الأيام الخمسة في المدينة المنورة يكون يؤدي الزيارة والحضور في المسجد النبوي الشريف ويكون قريبا من كل هذه الأجواء الروحية وكذلك ما يتعلق بالأطعام والاتفاق مع الشركات الرصينة لأداء حقيقة ما يصب إليه الحاج من طعام مناسب وكذلك نصطحب عدد من الطباخين حتى نحرص أن تكون النكهة أيضا عراقية وما يتعلق بالنقل أيضا يتم التعاقد مع الشركات الرصينة والجيدة لنقل ضيوف الرحمن من المدينة المنورة إلى مكة هذا ما يتعلق بالجانب المادي والجانب المعنوي وهو مهم بالنسبة لنا وهو أساسي وما يتعلق بأداء النسك وكيف أنه للمرشد والمرشدة الاهتمام البالغ بضيوف الرحمن لتعليمهم مناسك الحج وما يتعلق بالعبادات والطحارات وكل ما يتعلق بعملية أداء النسك بشكل صحيح ومتابعة الحاج متابعة دقيقة بما يتعلق بأداء صورة الفاتحة والصورة القرآنية وأداء الطهارة متابعة عملية ليست نظرية وهذا في الواقع يكون مقدمة لأداء النسك باعتبار أن النسك الحاج في الواقع تدخل فيه عبادات مختلفة يعني يدخل فيه عبادة طهارة وعبادة العبادات ما يتعلق بالصهلاء وغيرها من الأمور وكذلك ما يتعلق بأداء النسك كلها مجتملة يتابعها المرشد وكذلك تتابعها المرشدة وباعتبار أن الحاج العراقي في الواقع هي فرصة له تمنح مرة واحدة في العمر فلابد أن نحرص أن يؤدي مناسكه بشكل صحيح وذا ما علمنا بوجود خلل معين في أداء النسك يتابع المرشد الحاج بأداء هذا المنسك من جديد حتى نتأكد من أدائه بصورة صحيحة طبعا هذه متابعة يومية لكل القوافل وهناك في الواقع انسجام كامل ما بين المرشد وما بين المتأحد لأداء هذه المهمة والفريضة العبادية ويصبح الحاج في الواقع متيقنا من أداء نسكه بالشكل الصحيح فهذان الأمران الأساسيان الجانب المادي والجانب المعنوي في الواقع هي مهمة الهيئة العليا للحج والعمرة سمح سيد من الجانب الصحي نود أن نعلم المشاهدين الكرام عن قضية التأمين الصحي لكل حاج أرجو أن تتحدث لي بتفاصيلها الحقيقة هناك تأمينان تأمين صحي وتأمين على الحياة ما يتعلق بالتأمين الصحي تم في الواقع تشكيل استشارية لأطبابة ووجود بعثة طبية من قبل وزارة الصحة من خيرة الأطباء مع توفير الأدوية المناسبة واللازمة هناك عدد من الاستشاريات في المدينة المنورة وأما في مكة المكرمة في أعداد كبيرة ما تقرب من أكثر من عشرين استشارية موجودة هناك استشارية أساسية مركزية كبيرة موجودة ثم موجودة مراكز صحية في كل بناية من بنايات الحجاج هذا في الواقع بالنسبة للتأمين الصحي وهناك تأمين على الحياة هذا ما قمنا بالتعاقد مع الشركة الوطنية للتأمين وهذه الشركة هي شركة رسمية وهي تابع لأوزارة المالية والعقد تضمن ما يلي هو الحاج يدفع مبلغ زهيد جدا وقدره عشرة آلاف دينار ويؤمن بقصد يقرب من 15 مليون لأي حادثة تحدث حادثة مثلا أن سواء كان الموت بشكل طبيعي أو عبر حادثة دهس أو غيرها من الأمور أو نتيجة مرض فباعتبار حجاجنا كبار سين وكثير منهم في الواقع يشكوا من أمراض مزمنة وغيرها فهؤلاء مؤمنة على حياتهم وهذا التأمين في الواقع قدمنا به مع هذه الشركة الوطنية للتأمين والحاج في الواقع حتى إذا ما حصل عجز معين نتيجة تدافع وغيرها من الأمور يؤمن أيضا بنسبة العجز قد نسبة العجز 50% أقل أكثر يؤمن بهذا المقدار هذا ما جرى التعاقد مع هذه الشركة الوطنية للتأمين وهي شركة رسمية كما بيّنتم الحقيقة هذا الهدف من عنده هو أن نؤمن على حياة الحجاج أثناء وجودهم في الديار المقدسة يعني منذ أن يخرج من العراق بشكل رسمي وقانوني وأصولي إلى أن يعود إلى بلده هو في هذه المدة الزمنية ما تقرب من 35 إلى 40 يوم هو مؤمن على حياته إضافة إلى التأمين الصحي الذي يرافق الحاج وجود طبيب مختص يرافق القافلة منذ خروجه من العراق وإلى عودته والآن مشاهدين الكرام راح نكون مع لجنة السكن للبعثة العراقية راح نتحدثوا إياهم ونشوفوا السكن سلام عليكم شوكم حاج كيفكم الله يسلمكم إن شاء الله سلام عليكم حاج كيف الصحة الله يبارك الله يخليكم مشكورين على هذه الجهود الاستثنائية اللي يدخلون بها الحجاج العراقي الله يسلمكم ويخليكم إن شاء الله الود أنه تتحدث لنا عن السكن هنا بالمدينة المنورة وكيف راح يتم نقلهم للسكن الموجود في مكة المكرمة عملية التسكين إن شاء الله جاية تتم بطريقة ميسرة وسهلة عن طريق الجداو والتفويج اللي جاية تواصلنا من العراق واللي يضمن أسماء المتعحدين وأعدادهم وقوام تحسين السكن واللي جاية تثبت عليها بالنسبة للغرف الثنائية أو الثلاثية لكل فندق مؤشر الوحيدة تقدر تطلع على قوائم إن شاء الله القوائم المثبتة اسم الفندق والمنطقة ومثبت بها أعداد القوافل واسم موظفين اللجان اللي يمسؤولين عن كل قاطع واللي يتم عملية التسكين بالاتفاق مع المتعهدين اللي قادمين من العراق طيب شون تحسين السكن قضية الدرجات السكن اللي موجودة اختياركم للفنادق اللي موجودة هنا بالمدينة سواء هنا أو بمكة تصنيف الفنادق حاليا اللي موجودة خمس تجون موجودة وتعتبر من أفضل الفنادق اللي مؤجرة بالنسبة للحجاج العراقين طبعا إحنا نشوفكم مشاهدين كرام حقيقة بكل وقت نطبونهم ونشوفهم يشتغلون نشوف الحج هنا هم يشتغل خلينا نشوف حج السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم الله يحفظ حج قاد تشتغل حتى بين الآلية المشاهدين وشغلكم تسكين الحملات القادمة هي السهائم المطار النجف فنسكينهم في سبيل من يجي المتعاهد اللي السكن جاهز يوزع غرف رأس الميت أخر طيب إش قد وصل أعداد الحجاج اللي حاليا سكنوا بالمدينة تقريبا يعني تقريبا عدنا تقريبا يعني والله متدري ما يسكنون خمسة يامة يطلعون من اللي يغادرون يروح كم فندق سكنتوا لحد فندقنا 31 فندق درجة الفندق هي درجة عالية جدا ايه لا لا كلهم فنادت متوفرة كل الخدمات بهين وتحسين السكن همدا نحسب حسابه لقدام قبل ليجي المتعاهد الغرف جاهز يعني إن شاء الله أكو معوقات أصابتكم هناك شكاوي من بعض الناس احنا يصير دعما كل عمل يصير بمعوقات خاصة ببداية فسحنا قدر المكان دا نتجاوزها والحمد لله وشكرا طيب زيادة الأعداد يعني هذه السنة خمسة وخمسين ألف حاج يجون لتأدية مناسك الحاج ما سبب لكم قلق شيء إرباك بالعمل لا الحمد لله هو إرباك يعني أكو يصير مثلا شوي بس الحمد لله يعني الأمور ماشية يعني متعاونة لجنة والحمد لله وشكرا طيب ممكن توضح لي قضية تحسين السكن اللي هواية من الناس ما يعرفون هاي القضية تحسين السكن بالنسبة لللي يرغب يأخذ غرفة يعني مثلا هو وزوجته هو والده هو والدته في سبيل يكون يعني فهذا أكو يعني هو فرق بالسعر بها فرق كبير يعني فرق بالسعر لا ممكن يعني مثلا إذا بالمدينة فيدفع أربعمائة دولار فيأخذ غرفة هو وزوجته أو هو وأبوه ووالدته بعد يعني طبعا مشاهدين الكرام مستمرين بهذه الجولة والتغطية بداخل اللجان اللي موجودة لهيئة الحج والعمر العراقية حياكم الله حياك الله أهلا وسهلا مرحبا لكم احنا مع لجنة الحسابات والتدقيق الداخلي حاج عرفنا على شغلك هنا نعم بسم الله الرحمن الرحيم لجنتنا هي عبارة عن لجنة الحسابات والرقابة اللي هي توفر الأموال اللازمة إلى مكتب شون حجاج العراق من خلال صرف النثرية للجان العامل هنا تقوم كذلك باستلام إيرادات من الحجاج اللي يحاولون يحصلون على خدمة تحسين السكن في المدينة أو في مكة المكرمة طيب هناك معرقلات مالية أو أكو فد معوقات تحسون أكون موجودة أصابتكم هنا بالمدينة؟ لا الحمد لله لحد الآن موجود احنا فقط عندنا مشكلة أنه بعض المشاكل طبعا بالمصرف هنا المصرف تعرف فد قانون خاص بيهم ما يصرفون نقد يعني عبارة عن تعاملات كلها تحويلات مالية فنان عاني من هذه المشكلة فقط شكرا جزيلا أهلا وسلم طبعا خلينا نستمر بلجان أخرى مشاهدين الكرام نتنقل إلى لجنة أخرى أعتقد أنه اللجنة الأخرى لجنة المتعاهدين خلينا نشوفهم السلام عليكم كيف الصحة؟ السلام عليكم كيف الصحة؟ طبعا احنا مشاهدين الكرام مع لجنة المتعاهدين والنقل أيضا موجودين ويانا بداية نبدأ مع المتعاهدين لجنة المتعاهدين كيف الصحة؟ من العراق إلى المدينة المنورة طبعا احنا لجنة المدينة المنورة يختلف عملها عن لجنة مكة المكرمة لجنة المدينة المنورة هي تعمل على جمع البيانات ويعطاها إلى اللجان الباقية مثل لجنة التفويج وكذلك يعطى موعد مغادرة إلى لجنة المتعاهد نفسه وهي كذلك حلقة الوصل بين المتعاهد وباقي اللجان نعمل كذلك على تلاف الأخطاء أو الأحداث العرضية التي تحدث للمتعاهد مثلا عندما يتفوج من العراق إلى المدينة المنورة هناك بعض المتعاهدين ما تصدر فيه زمالتهم تكون هناك خطأ وهذا فنعمل على وضع متعاهد جديد إلى هذه القافلة كذلك نعمل على تقييم أداء المتعاهد ونعمل على مراقبة أداءهم مع الحجاج وهل هناك يوجد تقصير أم لا يوجد تقصير فذلك نجعله ضمن جد والتقييمات خاصة بنا طيب من خلال هذه السنوات التي أنتم موجودين هنا وتعاملكم مع المتعاهدين كيف تقيموا المتعاهدين العراقيين خصوصا أنه بالأيام السابقة لاحظنا بأنه الإشادة الكبيرة من قبل الجانب السعودي بأداء الهيئة بشكل عام الهيئة العراقية وإعطاءهم منح إضافية لقوتهم بالعمل طبعا هناك آلية خاصة لاختيار المتعاهدين هذه الآلية الخاصة وضعت في بغداد يعني من قبل هيئة العليا لحج العمرة المتعاهد أولا يخضع إلى امتحان تحريري هذا الامتحان التحريري يشمل الأمور الفقهية والأمور الإدارية وكذلك إلى مقابلة شفهية من خلال هذه المقابلة نقيم شخصية المتعاهد وأداءه البدني يعني لياقة البدنية أهلا هو كفو أم غير كفو وكذلك التجارب السابقة اللي مرت به هذا كلها نخلي أضمن جدول تقييمات ونعطيه درجات ومن خلال هذه الدرجات كلها يا الله نطي إجازة ممارسة مهنة متعاهد يعني إجازة ممارسة مهنة متعاهد مو أي إنسان يقدر يعني يحصل عليها شكرا جزيلا حبيبي مشاهدين الكرام النقل شونك حاجي النقل أريدك تحكيلي عن النقل وتفويج الحجاج عن طريق الجو والبر التفويج يختلف خلص النقل والتفويج تفويج خلص يعني أنت النقل الداخلي التفويج لا مو الداخلي نحن التفويج النقل الحافلات العراقية اللي تيجي مناك من العراق لداخل السعودية في هذا العام عدد الحافلات اللي راح تدخل إن شاء الله ألف واربعين ألف واربعين حافلة أنا أتابع خلال النجة النقل اللي هنا في المدينة المكرمة هي فرع من نجة النقل والتفويج المركزية في مكة المكرمة أنا أتابع الحافلات اللي بالعراق وكذلك من عرعر إلى المدينة وكذلك باتجاه إلى مكة المكرمة وبمناسبة أكون موجود أي عطلات الموجودة في في هذا بين عرعر والمدينة وكذلك مدينة الحجاج السعودية هنا في المدينة المنورة عندنا مفرزة تصليح الحافلات انهياء الذهاب إلى مكة المكرمة هاي وحدة الثانية قسم المتحدين نحن هذه استمارة لعمل عمل وتقييم للسواق بهذه السنة استخدمناها هذا نطيها للمتحد إلى نهاية الموسم يعطيناها في العراق للمكاتب هاي وحدة الشغلة الثانية أنه عندنا استيكر هذا استيكر التروية في كل سنة الماء الثانية هاي ترويا قسم للمتحدين يريدون تروية نحن نعطيهم السجل اليمي ونعطيهم هنا الفائدة من عده شنو حتى نفرز الحافلات اللي من يوصل إلى مكة المكرمة نخليها بالخط الأول في التروية عملية إسراع بعملية توزيع الحافلات في أيام المشاعر احنا عدد الحافلات هالسنة الفوربو واربعين وكذلك عدد حافلات سعودية همية يعني تقريبا توصل إلى أكثر يجوز مية أو ومية أو خمسين وزعها في يوم واحد لجنة النقل المركزي في يوم واحد يعني هذا هاي عملنا في كل سنة بس هالسنة اختلفت العام الماضي كان عدد الحافلات سبعمية ومسلاش هالسنة الفوربو واربعين هذا فرد شيء يعني سطول كبير جدا يعني متهيئين ل خمسة ومسين ألف حاج عراقي؟ الحمد لله هالسنة لحد الآن وصلت إلى ستمية وعشرين حافلة وصلت للمدينة المنورة جيد يعني متهيئين لإستقبال كل الحجاج بس أنا أريد من عندك فرد قضية يعني أنه تكون عمل مفرزة تروح إلى مدينة الحجاج مدينة الحجاج ستسأل شنو مدينة الحجاج هذا مدينة الحجاج قراج بس محاط يمنع منع البات تنخرج أي حافلة في المدينة المنورة من يوصل إلى هذا مدينة الحجاج تبقى بالله إلا في حالة واحدة إذا السيارة عاطلة مثلا بدل الإطارات لازم شنو ياخذ كتاب من عندي منا من اللجنة هذه الكتابة أنا أعطيت للإخوان هناك في مدينة الحجاج ياخذ كتاب من عندي يسمح للذهاب إلى المدينة الحياة الصناعية في مدينة المنورة يصلح ويرجع مرة ثانية هذا الترتيب النظام موجود يصلح لك هذا سنة نعمل بهذا الشيء والحمد لله أكد مساعدة ما بين الجهتين والأمور ماشئة وبنفس الوقت إحنا لجت النقل متابعة السيارات الصغيرة في المقر وكذلك الوفود اللي تجيب في المطار للمقر والحمد لله حبيب حج محمد طاحس المهندس محمد طاحس شكرا جزيلا طبعا مشاهدين الكرام الجهود هنا استثنائية لـ 55 ألف حاج عراقي كل اللجان حقيقة تعمل ليلا ونهارا من أجل خدمة الحاج العراقي مستمرين إياكم ابقوا ياهنا مشاهدين الكرام والآن متوجهين إلى اللجان الساندة مع الحاج راضي حياكم الله حاج راضي أهلا وسهلا مرحبا الله يسلمك نحب أن نوضح للمشاهدين طبيعة عملكم بهاي اللجنة طبعا نحن لجنة الخدمات الساندة اللجان المهمة في المدينة المنورة تهتم بمتابعة الحجاج الحجاج التائهين الحجاج الراقدين في المستشفيات الحجاج الذين تعرضوا إلى الوفاة أدنا حاجة حاليا من محافظة النجف توفت وفاة طبيعية في المستشفى مستشفى الملك فهد أجرينا كافة الإجراءات اللازمة لغرض نقل جثمانها إلى العراق نحن بطور حاليا بلغنا أهلها وأهلها رغبوا بنقل جثمان إلى محافظة النجف كم التنسيق مع المتعاهد والتصال بعائلتها طبعا كافة الإجراءات من خلال مراجعة الدواء الرسمية في المملكة العربية السعودية وكذلك المبالغ تكفلت بها الهيئة العليا الحاج والعمرة من مبلغ التأمين الذي دافع الحاج العراقي طبعا هذه اللجنة تهتم بمتابعة كافة الحجاج العراقيين في المدينة المنورة حاجة موعد وصول الحاجة العراقية المتوفية رحمة الله عليها ما بعد المناسك سيتم نقلها بهذه الأيام حقيقة بذن جهد عالي ومراجعات كثيرة للدواءر ذات العلاقة في المملكة العربية السعودية إن شاء الله سيتم نقلها خلال أيامة قليلة المقبلة من الأسبوع القادم قبل المناسك إن شاء الله لنحصلنا بوليسة الشحن وتذكرة السفر الموجودة من خلال الخطوط الجوة العراقية وقمنا بكافة الإجراءات اللازمة من خلال الدوائر باستحصال شهادة الوفاء وإجراء التحنيط للجثة وإن شاء الله الأسبوع القادم بداية إن شاء الله إما أحد أو ثنين إن شاء الله تكمل كافة الإجراءات بنقل الحاجة إن شاء الله أيضا نعتكم لجنة لجنة التائهين كيف تتعاملون مع الحجاج التائهين الآلية التي تستخدموها سواء في المدينة أو في مكة حقيقة في المدينة المنورة هو وصول الحاجة العراقي في البداية أول وصوله طبعا مشكورين المتاهدين والمرشد الديني وكذلك اللجان العاملة من خلال الهيئة العليا الحج والعمرة بتوفير كافة المستلزمات بالحفاظ على الحاج في مسكنه من خلال الباجات التعريفية الموجودة اللي يحصل عندنا أثناء وصول الحجاج إلى ديارة المقدسة في الحالة الأولى وزيارتهم إلى قبر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم يصير حالة وصول مفاق جديد يصير حالة أنه بعض الحجاج أو الحاجات كبار السن أو حتى صغر السن بعدم حملة للباج التعريفي حقيقة يجونا إلى مقر البعثة وإحنا لجان لجنة مكلفة بعدد من الموظفين في قرب الحرام أي حاج عراق دائه يجلب إلى مقر البعثة وما بعده نعرف اسم المتعاهد وينقل إلى سكنه بسلاسة ويسر وبسهولة عالية جدا وعمل اللجنة على مدار الساعة على مدار الساعة 24 ساعة بدون انقطاع شكرا جزيلا طبعا مشاهدين الكرام في الهيئة جنود لا ينامون يسهرون ليلا ويعملون في النهار لا يكلوا ولا يملوا من العمل وإحدى هذه اللجان اللجان الساندة لجنة الحاج راضي طبعا مشكورين بهذه الأعمال عفوا خليكم ويانا مستمرين باللجان الأخرى طبعا مشاهدين الكرام وصلنا للجنة الأبرز اللي موجودة في الهيئة اللجنة الإعلامية موجودة هنا سلام عليكم حياكم الله طبعا المشرف على البعثة الإعلامية الحاج حسن الكناني حياكم الله حاج يا فصحة اليوم نحب نبين عملكم للمشاهدين الكرام نحب توضح لنا يا حديث نعم لدينا بعثة إعلامية ترافقنا في كل عام أيضا هذا العام تم زيادة مقاعد البعثة الإعلامية طبعا باب الشفافية لنزداد عدد الحجاج البعثة الإعلامية حقيقة هي ليس فقط من تسلط الأضواء على أخبار ونشاطات الهيئة أو أخبار الحجاج العراقيين وإنما هي أيضا سلطة رقابية نحن نستمع إلى آرائها وإلى ملاحظاتها ومن ثم ننقل هذه الملاحظات إلى المعنيين هنا في بعثة الحج العراقية للوقوف على أهم السلبيات والمعوقات التي قد تكون موجودة مع الحجاج العراقي طبيعة عملنا لدينا رسالة حج يومية وكذلك وكذلك عملية منتاج لتقارير الإخوان في القنوات الفضائية وهذا طبعا مستمر على مدار اليوم وأيضا لدينا لنا الأخوة المحررين ليحررون الأخبار وكذلك لدينا الرصد الإعلامي الذي يقوم برصد كل ما تبثه الفضائيات من نشاطات لبعثة الحج العراقية وكذلك لدينا مصورين يرافقون لأخوة مراسلين القنوات الفضائية والحمد لله الأمور تسير بوتيرة عالية صحيح هو طبعا أنا أشكر جدا عضاء البعثة الإعلامية وكذلك موظفين بعثة الحج العراقية لجهودهم المبذولة حقيقة هم يسهرون الليل ويواصلون الليل بالنهار من أجل إضافة شيء جديد هذا العام وهي خدمات جديدة بالنسبة للبعثة الإعلامية من إنفوغرافيك وفيديوغرافيك وأمور أخرى ولكن الحمد لله هذه إن شاء الله تكون في ميزان حسناتهم وبالتالي هي خدمة لضيوف الرحمن شكرا جزيلا طبعا مشاهدين الكرام حقيقة هذه الغرفة تسهر ليل ونهار على مود تنقل الحقيقة اللي موجودة هنا بالمدينة منورة حياك الله ساذا مجد شونا صحيح ساذا مجد أنت الوحيد اللي يشوفك بالليل ويشوفك بالنهار وتواصل ويانا حتى بالقرب والواتساب والله هي جهودها يعني من أجل خدمة يعني بعثة الحج العراقية وخدمة الحجاج الأهاليهم والباقي يعني الدول هو عملكم ما بيتعب هو أكيد بيتعب تعرف العمل الإعلام ما يتحدد بوقت وقتنا مستمر ووقتنا مفتوح الحمد لله وشكر احنا همشي عندنا خدمة الحج العراقي الله يوفقكم إن شاء الله حجي احنا نتحدث بي لكل إن شاء الله شونا عملكم إن شاء الله لا الحمد لله وشكور وكلها في خدمة الحج العراقي شكرا جزيلا طبعا حج أحمد الرصد الإعلامي شونك حجي شون أخوارك شون شفت الوضعية الإعلام الحمد للإعلامي حمنا حقا رصد الولد طيبين مثل وجهك الطيب وعملهم متواصل وداوبين وأسأل الله أن يوفقهم الحقيقة طلعتكم بقناة كربلاء حنا الرصد الإعلامي مجموعة قنوات شنو اللي يطلع نكبتشر المادة ونصعدها على تويتر وعلى الفيس وعلى بقية وسائل التصاد وبنفس الوقت عندنا قناة داخلية يستفاد منعتها المراسلين للعداد الحجاج وأيضا تبين شون المواد اللي طالع مثلا قناة الشرقية قناة كربلاء مثل هاي المواد اللي صعدوها أيضا تظهر بالقناة الداخلية صورنا المصور حج ماجد طبعا حج ماجد خلف الكواليس المصور اللي دائما نحن نتعبه ودائما نويانه شكرا جزيلا لكم طبعا شكرا لعملكم مشاهدي الكرام من هذه اللجنة لجنة الإعلام نحييكم ونختم هذه التغطية بأمل اللقاء بكم بتغطيات أخرى إلى اللقاء شكرا جزيلا لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والمول لا شريك لك لبيك